توثيق العلاقة بين استقرار السلم والأمن وتحقيق التنمية بإفريقيا أهداف أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وأشر الرئيس السيسي إلى أن إفريقيا تعاني من نزاعات كثيرة بما يقود استقرار شعوبها مشددا على ضرورة توحيد الجهود لتسوية النزاعات ومواجهة المخاطر القائمة ما تزال إفريقيا تعاني من أخطر النزاعات المسلحة والحروب الأهلية بما يهدد من استدامة الأمن في القارة كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا فضلا عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القصري وأضاف الرئيس السيسي أن مشروعات البنية التحتية هي ركيزة أساسية للتنمية بالقارة الإفريقية وأشار إلى أن تجربة مصر الرائدة في مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يحتاز به كما تعتبر مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لجهود التنمية والتعافي في إفريقيا فما أحواجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي العابرة للحدود لتعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي المنشودين فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة ويأتي منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية ليؤكد على الحاجة إلى الإصراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات إلى منع النزاعات وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة إفريقيا في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19 من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات السياسية المبتكرة للأزمات وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى أنا بترحب بالدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي في هذه الفقرة النهاردة مساء الخير يا دكتور وأهلا بك معنا طبعاً دي النسخة الثانية النسخة الأولى كانت في ديسمبر 2019 يعني ده كان طبعاً قبل الفيروس كورونا لما ينتشر حوالين العالم زي ده كان ليه من التأثير على أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا بداية لما أطلقنا مؤتمر أسوان للتنمية المستدامة والأمن والسلم في 2019 ما كانتش الكورونا موجودة وكان فيه تفاقلات كثير جداً أن التكامل الاقتصادي اتفاقية التجارة الحرة غيرها من مشروعات التنموية اللي كانت على أجندة المنتدى في عامه الأول أن هي هيتم تنفذها بعد شهور بدأ جقاحة الكورونا حصل الوباء حصل تأخر لأجندات كتير جداً داخل القارة الأفريقية حصلت صراعات جيوسياسية داخل القارة الأفريقية الوباء انتشر بشكل ملحوظ جداً عدم موجود البنية التحتية داخل الدول الأفريقية اللي تقدر تخليها تجابه الكورونا عمل مشاكل صحية كبيرة جداً أخرنا سنة بس كان فيه إرادة يعني الشاهد السنة دي أو ليه الإدارة السياسية أصرت أن المنتدى يعقد حتى لو بشكل افتراضي مبدئياً بس عشان نثبت أن اللي احنا بدأناه مش كلام على ورق ومش مجرد منتدى بنجمع فيه القاضة لا إحنا بنعزز أن الجائحة هنقول بنسبة 50% تمت السيطرة عليها داخل ربوع العالم عن طريق أن في بعض الدول أنا بكلم من الوجه الاقتصادي وليس من الوجه الصحي طبعاً في بداية الجائحة لو حياتك تتذكري كنا بنتكلم أن أغلب دول العالم أغلاقت وأن الاقتصادات ومعدلات النمو توقفت تماماً إلى بعض الدول اللي كانت اشتغلت على الموضوع ده بسرعة زي مصر وغيرها من الدول الثانية اللي بدأت اللي صمدت إلى حد ما في الجائحة طيب إحنا الوقت إطلاق المنتدى المفروض يناير 2021 هو تأكيد لمبادرة اتفاقية التجارة الحرة القرية الأفريقية أنا بسبت المعلومة أن أنا بقول النهاردة لأول مرة من سنين يعني إحنا كمصر اهتمام الرئيس بالدول الأفريقية وهو اهتمام الحوص وده إزاي طبعاً بعد ترقص مصر الاتحاد الأفريقي في 2019 رئيس السيسي ما بيسبش منتدى أو مؤتمر أو اجتماع محوري بين قادة الأفريقية لما هو بنفسه بيكون متواجد ولا ينوب عنه حد طبعاً ده قدام الزعماء الأفريقية ده احترام ليهم لأن مصر من سنة 1991-1992 لـ2014 مصر كانت بعيد تماماً عن بعدها الجغرافي الإقليمي السابق اللي يعززها بقوة دولية وجوده النهاردة أنه عايز يحل أجندات كبيرة فهو بيدي المصر دور ريادي أننا النهاردة كدولة مصرية بدوري التاريخي المعلوم في القرى الأفريقية بقول إن احنا كان عندنا أو ليه حصل كده في أفريقيا قبل ما نتكلم على الدور المصر قرات العالم والقوى العظمى الاقتصادية لما بيبقى في مكان في مواد خام كبيرة وبنسب عالية في قوى عاملة كبيرة وبنسب عالية بتتجه القوى العظمى للمكان ده أولا لإفساده ثانيا لإحلاله ثالثا لنهب صرواته بكل بساطة وصراحة ده اللي حصل في أفريقيا على مدى 150 سنة ده نتج عنه إيه؟ نتج عنه سماكة في الفساد سماكة في الحروب الطائفية والسياسية سماكة في المجاعات سماكة في عدم وجود رؤية أصلا لدول كتير جدا في القرى الأفريقية لا يعلموا شيء عن النمو أو الاقتصاد هما لا يعلموا أصلا يعني إيه؟ عن قيمة صرواتهم يعني إيه البلد فيها صروات هما لا يعلموا ده طبعا لما بدأ يحصل تنوع بعد طبعا الأربع خمس سنوات اللي فاتت فبدأت تظهر في أفريقيا تايكونز جديدة وهي الدول اللي عندها اقتصادات نشأة زي رواندا ودي العالم كله تحدث عنها زي مصر وبرضو العالم كله تحدث عنها جنوب أفريقيا الجزائر المغرب ودول يعني ونيجيريا يعني من الكلام في ستة أو سبع دول بدأ النهاردة ياخدوا محور للتكاتلات الاقتصادية أن الدول دي بدأت تنشأ معناها أن أفريقيا بدأ يحصل فيها مبادرات جديدة طيب إيه اللي مخالينا الوقت متكاملين وفيه سلام بيحصل أن طبعا الأمور السياسية في العالم دلوقتي بقت بتتجه بشكل الحوار الدبلوماسي وبوجود مظلة الأمم المتحدة قبل كده كانت بالقوى العسكرية الغائرة لكن ده طبعا ما عادش موجود في 2021 النهاردة لما احنا قلنا هنطلق اتفاقات التجارة الحرة احنا قلنا ليه هنطلق اتفاقات التجارة الحرة لما يبقى عندي قارة فيها مليار و300 مليون إنسان أما قارة فيها 46% من المواد الخام والسروات المعدنية والتعدينية اللي تغزي العالم كله لما تبقى عندي قارة بالحجم ده ويبقى الناتج بتاعها 3 تريليون دولار يعني بما يعادل 3% من الناتج العالمي فده ظلم طب ده ليه حصل؟ النزعات اللي حصلت داخليا خلت إن الدول دي ما يبقاش بينها وبن بعض ترابط والترابط ده معناه إيه؟ معناه في حاجة حضرتك اسمها الهياكل الإنتاجية فالنهاردة لما يجي أشوف في دولة بتنتج نفس اللي الدولة ده بتنتجه فما يقدرش أعمل بين الاتنين تكامل اقتصادي طب هل ده متواجد؟ ده متواجد بنسبة 60% يبقى أنا المفروض أعمل إيه كالتحاد أفريقي وده اللي أطلقته مصر وده الدور الزعماء الأفارقة دلوقتي بيحسبوه لمصر إن مصر بدأت تقول يا جماعة أنا كان لها تجارب كتير جدا لأن أنا بلدي كان فيها فساد إداري متفشي كان فيها تهتك في بنيتها التحتية سواء الاتصالات والمواصلات أو غيرها ما كانش عندي اقتصاد متنوع ما كانش عندي اقتصاد متكامل ما كانش عندي أي رؤية وفي خلال 6 سنوات حققت معدلات العالم كله بيشهد بيها دلوقتي طيب لما أقول أنا كمصر وزعيم للاتحاد الأفريقي بحاول يعني أنقل الخبرة دي للدول الأفريقية فده معناه إن بدأ في حد يسمعك طيب لما عملنا اتفاقية التجارة الحرة كان دايما في مشكلة في أي منصة بتجمع زعماء زي جمع الدول العربية الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي للاتحاد الأسيوي إن ما بيحصلش تناغم دايما تلاقي مثلا لو أنت بتصوتي وعندي 50 دولة 20 بس يصوتوا و30 تلاقيهم يمتنعوا لما عملنا اتفاقية التجارة الحرة وقلنا هنصوت عليها كم دولة صوتت عليها حياتك بتتكلمي في 55 دولة العالم والبنك الدولي والمنظمات الدولية الاقتصادية العظمة قالتلك إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي تاني أقوى وأكبر اتفاقية تجارة سوق مشترك في العالم على تاريخ الكون لأن بعد اتفاقية التجارة الحرة للعالم كله الـ 114 دولة لم يقر بعد كده سوق مشترك فلما تقررها الـ 55 دولة في قارة زي أفريقيا ده له تحديات كبيرة جدا طب التحديات دي موجودة فين؟ أول حاجة عند حياتك البنية التحتية البنية التحتية هنا احنا مش بنتكلم في الطرق وفي النقل والمواصلات لا احنا بنتكلم 2021-2022 احنا بنتكلم في تحول رقمي يعني كل حاجة في حياتنا دلوقتي يبقى فيها التكنولوجيا المعلومية عشان تقدر يتعملي ده لازم الدول اللي في قارة أفريقيا كلها يبقى عندها اللبنة التكنولوجية طيب مين اللي يقدر يساهم بده دول شرق أسيا النمور الأسيوية وده متمثل في الصين وفي كوريا الجنوبية وفي بعض الدول التانية وسنغافورة اللي بدأت فعلا تعمل شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية طيب هل الأمور الخاصة بربط الدول دي بعضها هل بدأ في حاجات تنفذ بدأ طبعا الصين برضو لأن الصين تعتبر بتنزل للقارة الأفريقية بشكل متناغم شوية ليه؟ الصين النهاردة حضرتك هي مصنع العالم وهي اللي بتصدر لكل العالم لما حصلت جائحة الكورونا توقفت فبدأت تطلع أسواق ناشئة تعمل تكامل انتاجي داخلي فالصين النهاردة عشان تقدر تستقطع من تكلفة المنتجات بتاعتها وتفضل منافسة لما تبقى فيه اتفاقية زي اتفاقية التجارة الحرة هتقدر إنها تيجي لدولة زي مصر لدولة زي نيجريا لدولة زي جنوب أفريقيا عندكم مواد دخام وأنا عندي التصنيع ده هنقل مصنعي بقى ديكو العاملة أطلع منتجات داخل القرى اللي هي فيها مليار و300 مليون بني آدم هتستهلكوها محليا بدون جمارك لأن السوق الحرة هي إيه؟ هي ما فيش جمارك سهولة حركة رواد الأعمال والمسافرين بدون وجود فيز رقم 3 الرسوم اللي كانت بتفرض في الأمور الإدارية هتتشار فأصبح أن أنا أقدر أصدر من الدول الأفريقية لبقية العالم أنه هو كده هياخد ميزة تنفسي طيب الدول نفسها بدأت تعمليه؟ الدول نفسها بدأت النهار ده كل دولة تطلع تقول ده الريبورت بتاع الصناعات المحلية اللي عندي أنا محتاجة شراكات من داخل الدول الأفريقية بدأ ده ييجي ييجي في المؤتمر الأخير اللي حصل للإتحاد الأفريقي في المنتدى اللي احنا فيه الخمس أيام هتلاقي حياتك فيه مذكرات تفاهم قوية جدا بتسبت اللي احنا بدأنا به أنه فعلا فعليا بدأ يبقى فيه على أرض الواقع قرى أفريقية دخلها الـ 2063 بالشكل الفعلي طيب ولكن قبل ما نوصل لإنجاح اتفاقية التجارة الحرة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية قد إيه؟ لما حياتك في 2000 شوالأرقام قصد يعني هل هو؟ أنا أتكلم بالنسبة المؤوية لما بدأنا في 2018 وقلنا يا جماعة هنعمل اتفاقية التجارة الحرة فإحنا أتكلمنا في 16% إحنا على 2022 العام القادم بنتكلم في 60% يعني اتفاقية التجارة الحرة باللي بيحصل دلوقتي إحنا مش بنتكلم بأرقام أو باسترسال يعني نسبة تقفز من 16% لستين هي قفزت دلوقتي الضعف يعني في 2021 قفزت الضعف المفروض لـ 2022 توصل لستين في المئة ليه؟ لأن الدول الأفريقية في حاجة مهمة جدا حياتك لازم تبقى عارفها هي دول مستوردة وليست مصدرة ليه؟ لأن زي ما احنا بدأنا في بداية الحلقة من نقطة الحقبة التاريخية أن المستعمرين اللي كانوا موجودين من بعض القوى العظمى سابقا كانوا بيستغلوا الدول الأفريقية في استغلال المواد الخام يعني تصدر ليهم أو هم ياخدوها بدون وجود إضافة فانت بتاخدي المادة الخام زي ما هي الثقافة دي في 75% من الدول الأفريقية اللي موجودة في القرى ما زالت إلى تاريخ اليوم ما فيش حاجة اسمها قيمة مضافة ويمكن احنا في مصر لو حضرتك تتذكري سيد الرئيس في خلال الثلاث سنوات بدأ يعمل مشروعات قومية للدهب للنحاس للحديد لإعادة مش عارف إضافة في المواد البيو كيميائية أستورد غاز وكرره وصدره ما أنا بعمل قيمة مضافة وبطلع منتج مصري مش بطلع الدهب من مناجمه بوديه زي ما هو دي الثقافة اللي كانت موجودة في خلال المية عام اللي فاتت لحد 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 2018 تحديدا لما بدأت لحد 2018 موارد القرى الأفريقية دهب ومعادن وألماص كل ده وإلى الآن بيتصدر زي ما هو زي ما هو وفي اتفاقيات موجودة من بعض الدول الأوروبة وإتفاقيات دي الوقت تم النظر فيها وبتلغى إن يتم إن المواد الخام بتاعت الدول دي هي حق مكتسب للدول دي زي فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول اللي كان لها استعمار شاسع داخل القرى الأفريقية بس ده انتهى مع استقلال الدول الأفريقية؟ انتهى مع استقلالها بس اتفاقيات التجارة ظلت لأنه كان فيه فساد بنقاط حياتي كان فيه سماكة اتعاملت على مدى العقود الماضية دي كلها إنه فيه فساد ما فيهش رؤية طيب فيه تنمية؟ لا فيه فساد فيه بيروقراطية فيه اللي هي الاختلافات السياسية اللي بينتج عنها الحروب فيه عدم استقرار ما هو لو دولة استقرت وحصل فيها تنمية وإصلاح اقتصادي زي مصر بقى الدولة قوية بقى الدولة مش محتاجة من حد لا محتاجة تعمل شراطات استراتيجية لكن لو دولة مكبلة بالصراعات اللي موجودة فيها وبالحروب وده عندنا دول كتير جدا في المطاق هيبقى فيها تنمية ازاي وده سبب إن المنتدى اسمه الأمن والسلامة والتنمية المستدامة الأمن ده مرسخ فيه محاربة الإرهاب وفرض السلم الداخلي داخل الدول طبعا محاربة الإرهاب مصر برضو هتبقى هي في الدول الأولى في القارة الأفريقية اللي لها تجربة قوية جدا والقوات المسلحة تثبت ده بتقارير العالم كله إن مصر تبوأت مكانة محترمة في مكافحة الإرهاب فتقدر إن انت النهاردة تنقل ده للدول اللي فيها مشاكل نقطة تانية موضوع السلامة السلامة دي إن انت توجدي مظلة زي الاتحاد الأفريقي ومظلة زي الأمم المتحدة توجه المشاكل اللي موجودة انت عندك النهاردة تم يعني كان فيه خبر أي إنسان فينا يعني يزعل لما يسمعه إن عندك دول كتير جدا ما استلمتش اللقاح ويمكن السيد الرئيس طالب وطالب الأمم المتحدة الشخصيا واسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أشار إن هيتم ضخ مساعدات فورية إنسانية للدول الأفريقية في موضوع اللقاح لأن الدول دي هتشتري اللقاح إزاي ما هي ما عندهاش اقتصاد ما عندهاش تنمية فدي السلامة أنت ما عندكيش أصلا سلامة صحية وطبعا هتحطي على ده القوالب التانية التعليم وغيره وغيره طيب آخر حاجة التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي هو اللي احنا بنتكلم فيه ألا وهي الموارد الخاصة بالدولة لأن من مفاهيم التنمية المستدامة أن حضرتك بتنمي الموارد الأساسية للدولة بتاعتك بما يؤمن الأجيال القادمة في مستقبل واعد ومستقر نهاردة أنت لما تعملي ده هتقدر توجد إيه أنت لو تلاحظ في الثلاث سنوات اللي فاتت شركة المقولين العرب وبعض الشركات الحكومية والخاصة المصرية بقى لها استثمارات كبيرة جدا كبيرة قوي خارج الحدود وبدأوا يدخلوا في استيراد وتصدير وبدأ مثلا عندنا دولة زي السودان احنا بنستورد منها بما يعادل مليون ونص طن لحوم احنا الوقت متجهين لنعمل اتفاقية أن ننصنع ده داخل مصر ونعيد تصديره يعني بدأ يحصل تناهم اختصادي ما كانش موجود ده ليه لأنه بقى عندك مستند اسمه اتفاقية التجارة الحرة المشتركة لمصر بتبوش وبتضغط بكل الوسائل لإنجاحها وهي اللي أنا شايفه أن هي الوقتي على النطاق الصحيح في نجاحها أنا بشكر حليك شكرا إنجازينا الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي على وجودك معنا الشكر دائما مبشور لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة طبعا إحنا مستمرين على مدى الأيام القادمة الخمسة أيام مدة انعقاد منتدى أسوان الدولي الأفريقي عفوا هنغطي جوانبه هننتظر أيضا ما سيتم الإعلان عنه من شراكات إفريقية جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة